اشتركوا في القناة 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 صحيحة. فصار عندك اكس الواحد هاي في البينوميال. هتتحول من 0.5 إلى 1.5. والتنين هتصير من واحد ونص إلى تنين ونص. هلا عنا خيان شو فضل المثال عشان بلش فيهم. بحكي لك البينوميال اه مية 0.2. الان تساوي مية. والبيت ساوي 0.2. فايند الابروكسوميت فاليو فور ذا فولوينج. يعني الابروكسوميت توقع انه معناها التحويل فانحنا نحولها لالنورمال. بحكي لك بالدي بروبيلتي او اكس اقل من ستو عشرين. تمام. هلا بس ملاحظة. احنا كان عنا بالبينوميال تفرق معنا المساواة. تمام. فغلط لما تتحول لنورمال تصير ما بتفرق. فاكيد المساواة الها قيمة هون بالبينوميال. تمام. فهاي القيمة اللي في القيمة المساواة كيف هتصير. انا حكيت لك بدي بروبيلتي عنافس هاي الرسمة. بروبيلتي او اكس اقل من واحد. فانا موان حبلش. هلا هاي كلها بتمثل حدود الواحد. تمام. فلو بدي اقل من واحد حبلش من هون. صح. فحتصير ها دي ايش. بروبيلتي او اكس اقل من نص. في النورمال. تمام. لو حكيت لك بدي بروبيلتي او اكس اقل او تساوي واحد. فالحدود الواحد لازم تدخل. فحتصير هيك القيمة. تمام. ها ضروري ان انتبه لها هاي الشغلة. فهيكا حدخل الواحد. فصفت بروبيلتي او اكس شو. اقل من واحد ونص. نفس الشي لو حكيت لك بروبيلتي او اكس اكبر من واحد. ايش حتصير هنا. اكبر من واحد يعني بيدنا هاي القيمة. بس اللي برا. فا حتصير بروبيلتي او اكس اكبر من واحد ونص. لو حكيت لك بروبيلتي او اكس اكبر او تساوي واحد. اه مفروض تعرفوها لحالكم انه انت حدخل هي كاملة مثل هذه فهي probability of X أكبر من 0.5 فهذه الأشياء التي يجب أن نتبهي لهم دائما نحاول أن أرسم هذا الخط لما تجدوا بأي شيء بدكية لكي تجد الموضوع سهل هنا probability of X أقل من 26 فهنا أخبرت لك لو رسمنا مثل هذه هذه المئة هذه 26 هنا و هذه 25.5 فهنا أقل من 26 فهنا أقل من 26 فهنا أقل من 25 فهنا أقل من 25 فصفة الأول probability of X أقل من 25 ونص تمام؟ سنحاول إلى normal ونعملها طبيعي فهنا أصبح normal أقل من 25 فهنا أقل من 25 20.5 ناقص 20 على 4 اللي هي ناقص الميوع على السنة وهادي بحسبها على الآلة الحاسبة بطلح من الجداول طبيعي زي ما كنت أحسب قبل ناقص تقسيم 4 تطلع 1 3 7 يعني probability of z أقل من 1 3 7 تمام ونروح للجداول أو يعني ممكن نقربها لأن كانت 1.3 7 5 فتصير 1.3 8 فهروح للجداول هاي ال 1 3 وهاي ال 8 تطلع 9162 فتساوي 0.9162 تمام فها هي الفكرة ولا أنه نحل سؤال زي هك خليلا نشوف بي هلا بي و سي و دي غالبا ما هحلهم بس هنورجيكم هاي القيام كيف هتتغير فهرب روبيلتي بي اكس أكبر من 18 أقل من 26 هادي فيه مسواة عند 26 وهدي مسواة عند 18 وهدي عند 2 تمام فحكت لكم امسكوا الرسمة زي هيك هاي احنا عنا كم كانت الميو الميو طلعت معنا وهي 20 صح ن في بي تمام فهاي عندك ال 20 هاي عندك هنا 18 طبعا عاد لو بعادت وقربت ومش مهم مهم نك تكون يعني فاهم شو هم تعمل فهنا 26 ونص وهنا 25 ونص هنا 19 ونص ايه 18 ونص وهنا 17 ونص فهو بده اكبر من 18 وانا اكبر من 18 ناخد الحد العلوي لل 18 اللي هو هات بدنا اكبر من 18 صح وبده اقل او تساوي 26 بدي ادخل 26 هلا هاي 26 كاملة فبده ادخلها واخد لأقل منها هدخلها من هون صح فيعني النصيحة مني ما حد يحفظها ودائما ترسمها هاي رسم كتير موضوع اسهل فصاد probability of x اكبر من شو من 18 ونص اقل من 26 ونص تمام هلا هيا نحاولها بدنا نحاولها بتصير probability of x اقل من 26 ونص ناقص probability of x اقل من 18 ونص وهذه هحاولها على على الزد هتصير probability of z اقل من 26 ونص ناقص 20 على 4 ناقص probability of z اقل من 18 ونص ناقص 20 على 4 وحسب هاي لحالة اطلعها بجداول احسب هاي لحالة اطلعها بجداول احسب هاي لحالة اطلعها بجداول تطلع معي القيمة بالنهاية هلا التانية سي برابلتي of 18 26 فدخل 18 في نفس الرسمة او ممكن على الرسمة الفؤانية بدي ادخل 18 احب احط رسمة تانية عساس انه ما خربط الدنيا هاي 18 وهي 26 فدخل 18 وما بده ادخل 26 فحاخد هاي من هون قبل 26 بشوي وهذه هدخل معها 18 لانه بديها كاملة فصفة probability of x اكبر من 17 ونص اقل من 25 ونص بعدين بيشتغلها زي هذي واخر شي ادي فيها مساواة عند التنتين برابلتي of x اكبر او تساوي 18 اقل او تساوي 26 هنرسم زي هيك وهي عندك 18 وهي عندك ال 26 طيعا هذا الحد الاقل الحد الاقل الحد الاعلى حد اقل الحد اعلى فدخلهم كاملة مع المساواة هتكون من 17 ونص لحد 26 ونص فبرابلتي of x اكبر من 17 ونص اقل من 26 ونص تمام هكا وحننشتغلها كمان زي هدول طبيعي هكا ضروري نتبه لهاي المعلومة لهاي الشغلة لانه هذا اهم اشي بالنورمل تمام اهم اشي بس انك هاي الحركة لما تحددهم صح صفى السؤال كتير سهل يعني هذا نورمل طبيعي ما بدأ اي اشي زي ما حالنا 25 هاي تمام اخر مثال على اخر مثال على اخر مثال فممكن نعطيهم في فيديو ثاني ويعطيكم الفافية انسي الاشياء ومرجي